الجيش العراقي أو القيادة العراقية كانت تخطط للهجوم على إسرائيل مدى صحة ومدى واقعية هذا الكلام هل صحيح هذا؟ نعم صحيح ومضبوط حقيقة طبعا وقفت لقنار 1988 بعدها جيش إعادة تنظيم ومنها الحرس الجمهوري ثم استلم قائد الحرس الجمهوري المرحوم الفريق أول آل سيارراوي توجيه من القيادة بتهيئة الحرس الجمهوري لتنفيذ هذا الواجب القومي الذي هو تحرير فلسطين طبعا إلى حدود 67 يعني ليس موضوع الدفاع مثل ما زمن جمال عبد الناصر للبحار إلى حدود 67 هذا قرار من القيادة العراقي؟ طبعا قرار القيادة العراقي للحرس فقط بالدرجة الأولى فقط للحرس؟ بعدين وزارة الدفاع أيضا كقي مقر وزارة الدفاع مقر العام وزارة الدفاع أيضا شاركت بالاستطلاع لأنما تهيئة القطاعات لا ناتي لحرس دور الشار أول مرحلة تم استطلاع الجبهة هذا في أي سنة بالضبط؟ 90 بلشنا نهاية 90 الاستطلاع الاستطلاع بدأ بعد استلام التوجيه مواشرة التوجيه صار استلامه تقريبا منتصف 89 منتصف عام 89 بدأ الاستطلاع التوجيه من من؟ الرئيس شخصيا إلى قادم خاصة رئيس الجمهورية طبعا أنه نريد نستعيد حرس الحرس الاستحراء التحرير نريد نستعيد الأراضي الفلسطينيين مقتصبة إلى حدود عام 67 مضبط معلومة خطيرة طبعا خطرة موضوع مسهل في الاعتبارات كثيرة استراتيجية كيف تفوتون؟ أعطيني مجال تأتيك التفاصيل أولا طبعا أنت تعرف ما يخص العراق هو جبهتين هي قريبة عليها جبهة سورية جولان تمام والجبهة الأردنية اللي هي الضفة وهذا المحور هو كان خلنا نقول الأكثر حضورا أو الأكثر القرارا على أنه يصير التدريب أو الدفاع من هذا الموضوع من أين؟ محور الجبهة الضفة الغربية الأردن من الأردن نعم هذا الموضوع يعني إحنا ضروري بأسلوب علمي وحقيقة تاريخية هناك حالتين تتلعب تلعب دورا في هذا القرار الحالة العسكرية والحالة السياسية أنا أتحدث عن حالة عسكرية وما تم إنجازه أما الموضوع السياسي فهذا القيادة قيادة الأردن وقيادة العراق مو إحنا صاحبين قرار به تمام أو لا؟ تمام يعني هم يقررون منعرف الظرف الدولي شو هيكون الأمم المتحدة الغرب يعني هذا الموضوع ليس اهتمامنا كعسكر إحنا العسكر أدينا واجبنا وكما يلي أولا تم استطلاع الجبهة تم؟ استطلاع الجبهة تم؟ تم طبعا هاي واحدة ورانا شلون استطلعتوها؟ ما جينا مدنيين للأردن ومن جينا بطبرية إلى البحر الميت شل استطلعت شوفها بعينك بدون علم السلطات الأردنية لعب علمه طبعا شو يسمح لك زمرة من الضباط روح على الجبهة هاي واحدة زين يعني أنت يأكم أسألة هم ترى يعني قضية الفلسطينية بالنسبة للقيادة الأردنية والشعب الأردنية مركزية مثل ما هي مركزية لكل العرب أكيد مريد نحن نأخذ بالتجاه الإسلامي ومو لا لا إنساني يعني دليل يعني موضوع في الأردن زين استطلعتو هذا واحد ورانا بعدنا بعد ما أكملنا الحرس إجيوا مقرر وزارت الجبهة شو استطلعتو حتى نعرف الجبهة شنوي يعني شجل طول شجل عمور طول عمور طبعا أكو أمور لها علاقة يعني موضوع استطلاع وليس الاستطلاع البصري كافي وإنما نحن استطلاع بصري عندك استطلاع الإلكتروني القوة الجوية التصاور الجوية هذا أجيك لاحق بس لا أستعجب زين زين استطلاع البصري تم هاي المستعمرات هاي المواضع هاي النقاط الحصينة مالتهم هنانا الفتاح هذا تم بعدنا اجيوا الجيش وزارة الدفاع مقر وزارة الدفاع أيضا استطلاع هاي اثنين بعد ذلك أرسلنا ميك خمسة وعشرين اللي هي يعني ذو قدرة فائقة فيه موضوع الارتفاع في الطيران يعني المشاهد الكريم يعرف أنه الطيارة خمسة وعشرين بس مدلة فضاء يعني مو بدلة طيران عادية فتم استطلع الجبهة أيضا استطلع مائل نسميه يعني فوق الأردن وصور الجبهة مائل استطلع جوي مائل وحدة اثنين أرسلنا طائرت اف وان ميراج إلى اجتو اجفايف وأيضا استطلعت بحيث إسرائيل طبعا عدها رادع رادعات وعدها معلومات واستطلع بقى يعني موضوع استطلع هل تكونت جاي ويد الضباط اللي استطلعه طبعا بالوجبة الأولى بالاستطلع طبعا ويهم الإسرائيلين وش كلمة نقيب في حينها نقيب نضعه بطرق للشخص القادر الحرس بس الفكرة وين الإسرائيلين عرفوا أنه هناك طيران مجهول ينطرق من الأردن لتصوير الجبهة فخاطبة والأردن ما أذكر أنه هذا شنو الطيران يعني راجع يصير إشكال ويان يعني موضوع مو سهل وشكلة كبيرة هذه الثاني منظمة التحليل الفلسطينية زودتنا بمخططات للجبهة والمستعمرات والنقاط الحصينة التي تقع أمام المستعمرات وعلى ضوءها تم بناء مستعمرات مصغرة وتدريب قطعات الحرس الجمهوري على اختحام المستعمرات المثال لواء في منطعش حرس جمهوري كان في منطقة الحبانية قيادة توكلنا على الله كانت في منطقة حديثه اللي بيها الواء تاسع مدرع وبعض الألوية الأخرى يعني كل من ضمن قاطع قسم راحة ولا سنجار لمناطق جبالي شبيهة جبالي فوزعت يعني بالضبط يعادة تجربتنا في التدريب على تحرير فاو أنه مناطق جغرافية مشابهة لأهدافنا تم التدريب عليها فأنت من تأتي الآن ضمن استعضارات الجيش تم استطلاع بصري استطلاع إلكتروني استطلاع القوة الجوية حجد القطعات فرقة حمونابي العفو توكلنا على الله المدرعة كان يقودها المرحوم اللي واركون أحمد عبدالله صالح من أهل الجنوب البيجي قرية من البطعمة الجبور هذا كان قادة فرقة وهذا صار بإشكال لأن الفرقة عبرت الفرات إسرائيل عندها موضوع قطعات مدرعة عراقية غرب الفرات خط حمر فاتصلوا بالروس وروس خبرونا عن طريق دارو سلسلة قنوات قنوات دبلوماسية أن هناك قطعات مدرعة غرب الفرات وهذا موضوع يعني يثير قلق إسرائيل فالقصد من تأتي إلى حالة العسكرية كل مراحل اللي هي الاستعداد واستحضارات المعركة تمت أبقى القرار السياسي هذا ليس بيدنا ولا بيد أحد